ذكر تدروس أدهانوم جيبريسوسن عدد الحالات الجديدة بفيروس كورونا الجديد في جميع أنحاء العالم قد انخفض لستة أسابيع متتالية ولكن الرقم يظهر الآن اتجاه تصاعدياً وبحلول نهاية الأسبوع قد تكون هناك زيادة في الحالات المؤكدة الجديدة لمدة أربعة أسابيع متتالية بينما انخفض عدد الوفيات جراء الوباء في جميع أنحاء العالم ولكن معدل الانخفاض قد طبط والانتشار العالمي للفيروس المتحور وتخفيف السيطرة على الوباء في العديد من البلدان وتوزيع اللقاحات غير العادل أثار القلق هذا وأصدرت منظمة الصحة العالمية بياناً حول أمان لقاح أسترازينيكا يوم الجمعة تمت الإشارة فيه لأنه ليس من المؤكد أن يكون اللقاح أسترازينيكا المتسبب في ردود فعل سلبية مثل حدوث جلطات دموية مضيفاً أن اللجنة الاستشارية العالمية لسلامة اللقاحات التابعة لمنظمة الصحة العالمية قامت بتقييم المعلومات والبيانات ذات الصلة وتعتقد أن فوائد لقاح أسترازينيكا تفوق المخاطر هذا واقترحت الدول المختلفة مواصلة مراقبة سلامة جميع اللقاحات ضد فيروس كورونا الجديد والإبلاغ عن ردود الفعل السلبية المحتملة وستستمر اللجنة الاستشارية العالمية لسلامة اللقاحات في تقييم بيانات السلامة لجميع اللقاحات وتحديث التوصيات للاستخدام إذا لزم الأمر